اشتركوا في القناة 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 او الـ Spinal Foramen D بتتجمع مع بعضها بتتابع الفقرات ورا بعض عشان تعمل حاجة زي قناة او كنال جواها بيمشي الحبل الشوكي ليه القناة دي؟ لحنا بنسميها القناة الشوكية القناة دي كده القناة دي هي دي القناة الشوكية او لحنا بنسميها الـ Vertebral Canal اللي بتكون موجودة جوا الـ Vertebral Colon واللي موجود فيها الحبل الشوكي جميل يعني هو موجود في الـ Vertebral Canal طيب موجود في كل الـ Vertebral Canal الموجود فين بالضبط في الـ Vertebral Canal موجود في الـ Upper Two Third او في التلتين العلويين منها بس يعني زي ما انتا سيتك شايف كده الـ Canal هنا مكملة لحد فين الـ Canal مكملة لحد الآخر لحد نهاية الفقرات يعني بس هو الحبل الشوكي او الـ Spinal Cord خلصان هنا صح؟ خلصان دي نهايته هنا فبالتالي هو مش بيشغل كل الـ Vertebral Canal ولكن هو بيشغل الـ Upper Two Third of the Canal only جميل اوي يبقى هو الـ Position او الـ Site بتاعه بيشغل الـ Upper Two Third of the Vertebral Canal ممكن تقولها Vertebral Canal وممكن تقولها Vertebral Column بس يعني اشيك الـ Vertebral Canal عشان يبقى ان انت فاهم قوي ان هو ماشي جوه الـ Canal اللي جوه الـ Vertebral Column جميل اوي جميل يبقى ده كده بالنسبة للـ Lens والـ Site نخش بعد كده في البداية والنهاية الـ Beginning بتاعه والTermination بتاعه يعني بيبدأ فين وبينتاي فين اللي سباينالكورد بيبدأ هنا كده يعني بيبدأ فين عارفين الـ Brain Stem جزع المخ وده طبعا يبقى فيه كلام كتير عليه الجزع المخ الـ Brain Stem ده بتكون من ايه بتكون من Mid Brain Boons مدالة أوبلونجات يعني بتكون من تاعت اجزاء Mid Brain Boons and Midala أوبلونجات المدالة أوبلونجاتة ده بيكمل بيكمل كاسباينالكورد يبقى ازا اللي سباينالكورد هو Continuation of the مدالة أوبلونجاتة تحت الفورة من الكبيرة اللي كانت موجودة في اللسكال اسمها الفورة من مجنم يبقى ازا اللي ستارت بتاعه أو البيجينينج بتاعه فين يقولك البيجينينج بتاعه as a continuation of the مدالة أوبلونجاتة تكملة النخاع المستطيل تحت الفورة من مجنم تحت الفورة من مجنم فورة من مجنم دي الفتحة الكبيرة اللي كانت موجودة في اللسكال أو في الجمجمة اللي بيكمل منها بقى اللسبانل كورد جوه الكنال اللي احنا عامين نتكلم عنها او الفرتبرال كنال دي يبقى دي بدايته يقولك ان بدايته هو الكونتينواشن او تكملة الميدالة ابلونجاتا بلو زفورام المجنوب تحت الفورام المجنوب عايز صيغة تانية دكتور عند البداية اول عصب طرفي من اللسبانل كورد ومش اللسبانل كورد ده كان بيبقى ماشي كده عمالي يخرج ازواج من الاعصاب صح بيرز كده ازواج من الاعصاب كده كان بيبقى عددهم 31 بير او 31 زوج صح فعند الليفل بتاع خروج C1 او اول عصب سيرفايكال او اول عصب عنقي يبدأ الاسبانال كورد صح كده يبقى اول حاجة في البيجيننج بتاعه هو بيبدأ عند الليفل بتاع الفيرست سيرفايكال نيرف او بصيغة تانية بيبدأ ازا كونتينويشن كتكملة للمضالة ابلونجاتا بلوفورة من مجمم احنا كده بنفسص كلمة كلمة عشان نبقى فاهمين احنا بنقول ايه جميل بينتهي فين ايه هو الترمينيشن بتاعه الترمينيشن بتاعه بقى ايه عايزين نركز فيه قوي طبعا احنا قلنا انه هو مش بيكمل لحد نهاية الكنال يعني هو بيجيله ليفل وبيخلص الليفل ده بيختلف الليفل ده بيختلف بيختلف هل الشخص ده لسه جانين انترا يوتراين ولا هل هو نيو بورن حديث ولادة ولا هل هو شخص قدلت شخص بالغ بتختلف قالك اول حاجة خلص الليسبينا الكرد لما بيخلص بيخلص بحجم كالكاعة كده بتبقى نهايته هنا كده بحجم كالكاعة اسمها كونس ميدالاريس اسمها ايه كونس ميدالاريس كونس ميدالاريس يبقى الكونس ميدالاريس هي النهاية بتاعة الليسبينا الكرد الليسبينا الكرد بينتهي بحاجة منتفخة كده ماشي اسمها كونس ميدالاريس الكونس ميدالاريس دي الليفل بتاعها بيختلف باختلاف العمر لو هو احنا نيو بورن لو هو أو انترا يوتراين لسه الشخص ده جانين جوه بطن ممته يعني انترا يوتراين قالك الليسبينا الكرد في هذه الحالة بيبقى موجود بطول الفرتبرا الكنال يعني في الانترايوتراين لايف اللسباين القرد بيفل او بيملق الفرتبرا الكنال بالكامل الهو الفرتبرا الكنال ده هو ايه انترايوتراين قالك طب لو احنا نيوبورن نيوبورن حديث ولادة لسه في اول شهر من الولادة اول 28 يوم بعد الولادة قالك في النيوبورن بيكون موجود عند الليفل بتاع L3 الكون اسمد اللارس عند الليفل بتاع L3 طبعا الكون اسمد اللارس يعني ايه يعني نهاية اللسباين القرد يعني نهاية اللي سباينة الكورد في حديث الولادة بتكون عند الليفل بتاع السيرد لامبر فرتبرا أو الفقرة القطانية الثالثة جميل أو طب بالنسبة لو احنا قادلت بقى قالك لو احنا قادلت بينتهي عند الليفل بتاع اللوور بوردر أو في L1 اللو هو هنا كده أو نقدر نقول الدسك ما بين L1 و L2 طالما لوور بوردر أو في L1 يعني لو دي L1 ودي L2 دي L1 أه ودي L2 وهو بينتهي عند اللوور بوردر هنا كده بينتهي عند اللوور بوردر بتاع L1 يعني نهايته هنا كده عند اللوور بوردر بتاع L1 يبقى نقدر نقول إن نهايته موجودة عند الدسك الديسك اللي بين اللي أخدر ده اللي ما بين L1 و L2 صح؟ نفاكرين الستيرنال أنجل لما كنا برضو بيبقى في حاجات موجودة عند الستيرنال أنجل نقول إن هي الستيرنال أنجل دي بتكون من وراء اللوور بوردر أو في تي فور أو الديسك اللي ما بين 4 و 5 كده يعني صح؟ في نفس الفكرة نقول أنه هو بينتهي في الأدلت عند اللور بوردر في L1 أو الديسك ما بين L1 و L2 مشهورة برضو كلمة الديسك ما بين L1 و L2 فلازم تكون عارف ماشي كده؟ يبقى ده كده بالنسبة للإيه؟ للترمينيشن بتاعه ترمينيشن يعني بينتهي فيه؟ يبقى بينتهي لو هو بيشمل كل الكنال موجود بطول كل الكنال لو هو عند الليفل بتاع L3 مهمة أو بعد كده لو هو أدلت لأ لو هو أدلت بيبقى عند الليفل بتاع اللور بوردر في L1 أو الديسك ما بين L1 و L2 وبالمناسبة ده بيكون ناتيجة الأول بيكون النمو متماثل واضح أول الفكرة يعني أن الانترايوتراين واضح أن اللسبانة الكوردي بينمو بنفس الريت أو بنفس التسلسل بتاع الفرتبرة الكولة من في الاتين طول واحد فده بيشمل الفرتبرة الكولة من كله ولكن لما الجنين بتولد بيبتدي الفرتبرة الكولة من يكبر شوية عن اللسبانة الكوردي بحيث أن اللسبانة الكوردي عند L3 لما يبتدي بقى ينمو أكتر وأكتر في مراحل النمو المختلفة عشان يوصل لمرحلة القدلت أو البلوغ ساعتها الفرتبرة الكولة من بيكون الريت بتاع النمو بتاعه أعلى بكتير من اللسبانة الكورد عشان كده اللسبانة الكورد بيشمل بس التلتين العلويين أو لحد الليفل بتاع L1 ده تفسيرها يعني يعني تفسيرها ان ليه الاسباين الكورد مش بيفضل بنفس طول الفيرتبرال كولم هو ان الفيرتبرال كولم بيخش في rate of growth او معدل نمو اعلى بكتير من معدل النمو بتاع الاسباين الكورد ببساطة يعني ماشي يبقى احنا هكذا حتى الان قلنا اللينس راجع معايا الميل 45 الفيميل 42 السيت او مكانه الابر تو سير ده افزا فيرتبرال كنال بيبدأ فين بلوزا فورا من مجنم او عند الليفل بتاع خروج سي وان العصب الاولاني سي وان ينتهي فين ينتهي كانتفاخ اسمه كونس ميدال لارس هذا الانتفاخ اللي اسمه كونس ميدال لارس بيكون موجود عند الليفل بتاع lower border of L1 اللي هو أدلت اللي ثلاثة اللي هو نيو بورنا او حديث ولادة بطول الفيرتبرال كولم نروحنا انترا يوتراين لايف طب دكتور هو لما يعني الاسباين الكورد ده بيخلص يعني خلص خلاص عند الكنس ميدال لارس لما هو خلص عند الكنس ميدال لارس مال الديول العصبية اللي موجودة تحت دي اللي شبه دي للحصان دي قالك ما هو بيخلص عند الكنس ميدال لارس بس بيكمل بقية الاعصاب اللمبر بتاعته والعصب السقر الوحيد بتاعه ما انا اقولك على حاجة انت افتكر معايا هو ترتيبة السجمنسة او الاعصاب الشوكية ايه هتديك لحظة افتكر تمانية اتناشر خمسة خمسة واحد جميل قوي انا بقولك هو بينتهي عند L1 او عند الليفل لما بين L1 و L2 في الادلت يبقى اذا بقيت الاعصاب اللامبر لسه ما طلعتش هتطلع منين يا نطلع من عند L1 لا الاعصاب بتخرج يعني الاعصاب بتخرج او لها علاقة برقم الفقرة فهو بينتهي عند L1 فانت ما سألتش نفسك طب بقيت ال LAT يعني L2 و L3 و L4 وبعدين كمان S1 اللي هو العصب C1 اللي هو الكوكسيجيل الوحيد الكوكسيجيل ببقى عصب واحد دول بخرجوا منين هم دول بقى الديول اللي مكملة بعد الكنس من اللارس تحت هنا دي كده اللي اسمها كودا إكواينا وكلمة كودا إكواينا باللغة اللاتينية يعني ديل الحصان كودا إكواينا كودا يعني ديل جاي من كودل صح؟ ديل وإكواين يعني حصان إكواين يعني حصان باللغة الجريكة أو اللغة اليونانية فكودا إكواينا يعني دي للحصان طب مين هو الكودا إكواينا دكتور مين هما دي للحصان دول يعني الأعصاب اللمبر والعصب الكوكسيجيال الوحيد بعد نهاية اللسباين القرد عند الكنص ميدال لارس شكرا يبقى إذن اللسباين القرد لما بيخلص عند الليفل بتاع لور بوردروف L1 لازم يكمل بقية الأعصاب بتاعته فلسه فيه أعصاب لمبر ولسه فيه عصب كوكسيجيال يكملهم كديل كده دي الخارج من الكونص ميدال لارس تحت كده في الكنال اللي تحت دي كده اللي بيسموه السكرا لكنال كحاجة اسمها كودا إكواينا يبقى إنت عرفت إن الكودا إكواينا هي اللسباينال نيرفز لسه مبقية من اللسباينال كرد اللي هتكمل من الكونص ميدال لارس أو من نهاية اللسباينال كرد ماشي كده؟ طيب فضلنا في الـ external features حاجة واحدة بس أعيزيننا عرفها ألا وهي إن فيه بعض الأماكن في اللسبينة الكرد بحصل فيها تضخم بحصل فيها enlargement اللسبينة الكرد فيه 2 enlargement مهمة جداً اللسبينة الكرد بيكون فيه 2 enlargement cervical enlargement ولمبر enlargement cervical enlargement ده بيكون من الليفل من C5 لT1 واللمبر enlargement من الليفل بتاع L1 لحد S2 يعني ايه دكتور الكلام ده يعني المنطقة في اللسبينة الكردة او في الحبل الشوكي اللي بيخرج منها الاعصاب العنق الخامس لحد العصب الصراسك او الصدري الاول المنطقة دي تخينها شوية عن غيرها يعني المنطقة دي بتبقى منتفخة شوية عن المنطقة اللي تحتها والمنطقة اللي فوقيها كذلك في اللمبر المنطقة اللمبر من L1 لحد S2 المنطقة دي فيه اللسبينة الكرد اللي بيخرج منها الاعصاب نشان نقول بقى ان هي تبع الفكرات اصلا انت عند الفكرات هتقولي اذا كان هو خلصان عند L1 A S2 دي انا قصدي اللسبينة الكرد دي نفسه مش الفرتبري فالسبينة الكرد زيت نفسه الحتة بتاعته اللي من L1 لحد S2 دي كده بتكون اسمها اللمبر انلارجمنت اللمبر انلارجمنت والسيرفايكل انلارجمنت اكيد المناطق دي مش تخينها كده على الفضي وخلاص طبعا احنا كنا بنقول ان هو C8 وبعد كده T12 وبعد كده خمسة خمسة وبعد كده عصب كوكسيجية لزي ما قلنا طبعا احنا بس اتلخبطنا ان اللمبر لما هي بتنتاه عند L1 فاحنا لسه معانا الاعصاب اللمبر ولسه معانا الاعصاب الساكرال وفي معانا كمان العصب الكوكسيجية لهم دول اللي بيكملهم كالكودا اكوينال لهم الساكرال والكوكسيجيل ماشي كده طيب الانلارجمنت بقى دي دي بتاعت ايه؟ يعني لما نقول ان اللسبانا الكورد في المنطقة دي بيدخن او بيبقى انلارجد ليه؟ قالك علشان عند السيرفايكال انلارجمنت الحتة دي هيطلع منها تكوين البريكيال بليكسس يبقى اذا السيرفايكال انلارجمنت هيدي ايه او هيجيف ايه؟ هيجيف البريكيال بليكسس شبكة الاعصاب اللي كانت بتغزي القبر لمبو كله بالاضافة كمان لمنطقة الشولدر ريجون ومنطقة البكتورال ريجون وتكلمنا عنها بالتفصيل في المسكولوسكريتال بريكيال بليكسس يبقى السيرفايكال انلارجمنت ده وظفته ايه؟ انه بيدي البريكيال بليكسس طب اللامبر انلارجمنت اللامبر انلارجمنت وظفته انه بيدي بليكسس برضو كنا تكلمنا عنها في البستيور ابدومنا الاول كان اسمها لامبوسيكرال بليكسس لامبوسيكرال بليكسس يبقى اذا المنطقة الاولانية السيرفايكل والمنطقة التانية اللامبر السيرفايكل انلارجمنت المهمة او نعرف الليفل من سي خمسة لتي وان وده علشان بيدي البريكيال بليكسوس في المنطقة دي اللامبر قالك كل اللامبر اللهم من L1 ل L5 واول اتنين ساكرال اللي هو S1 و S2 ودول بيدوا حاجة اسمها لمبوسيكرال بليكسوس لمبوسيكرال بليكسوس تمام كده يبقى معانا بريكيال بليكسوس ومعانا لمبوسيكرال بليكسوس جميل اول يبقى دي كده بتاعت اللي سبايا الكورد ومش عايزين نعرف حاجة تانية لان احنا عرفنا اللينس بتاعه عرفنا السايت بتاعه في الابر تو سير ده اوفزا كنال عرفنا بتاعه ازا كونتينواشن اوفزا مدالة ابلونجاتا تحت الفورم المجنم او عند الليفل بتاعه خروج C1 العصب السيرفايكل الاول بينتهى كابتفاخ اسمه كونتينواشن بيختلف الليفل بتاعه باختلاف المرحلة العمرية انترايوتراين عند الليفل بتاع L كله يعني انترايوتراين يعني موجود بطول الفرتبرة الكولامن كلها والفرتبرة الكنال كلها نيوبورن عند الليفل بتاع L3 اضلت عند الليفل بتاع اللور بوردر اوف L1 او ديسك ما بين L1 و L2 وطبعا كونتينواشن بيخلص بينزل منه ديول عصبية اسمها كودا إكواينة اللي هي بتcorrespond او لها علاقة ببقية الاعصاب اللي خارجها من اللي سباينة الكورد على اعتبار من اللي سباينة الكورد خلص هو لسه ما خرجش كل الاعصاب بتاعته فبقيتها بيخرج كديل كده اسمه كودا إكواينة دون الدخول في التفاصيل لحد من اللي بنتكلم عنها بالتفاصيل يعني وكلمنا كمان على الانلارجمنت او الحدث الكبيرة اللي موجودة في اللي سباينة الكورد وانا احنا عندنا توق انلرجمنت سيرفيكل انلرجمنت من سي خمسة تي ون ولومبر انلرجمنت من L1 لS2 السيرفيكل هو مكان تكوين البريكيال بليكساس واللمبر انلرجمنت هو مكان تكوين لومبوسيكرال بليكساس يبتدي نتكلم بقى على الكفر بتاع اللسباينا الكورد اللسباينا الكورد وقلنا انه هو بيجيله كفر او بيبقى عليه من بره الثلاث طبقات العاديين جدا بتوع المينجيس اللي هما من بره الجوة كنا بنقول انهما اسمهم ايه داب من بره الجوة يعني الديورة اكتر حاجة بره بعد كده ايه الاراكنويد بعد كده البايا متر هي اللي بتبقى لازق على طول على اللسباينا الكورد جميل او يبقى الكفر بتاع اللسباينا الكورد هو هيا بيالي هيا بياليش بقى تركيز تام في الاينا والوقت ده لو جاين تشوف اللسباينا الكورد ده زي مانتم شايفين كده. يعني ده زي ما veramente مقشرينه اكتر ليفل بره واكتر طبقة خارجية اهي هي دي الديورة مطر يعني دي اكتر حاجة برا خلاص يعني هو هنا احنا لسه ما اشارناش حاجة فطالما هنا لسه ما اشارناش حاجة يبقى دي اكتر طبقة خارجية الديورة مطر طب اشارنا الديورة الديورة تقشرت اي اشارناي مين وش مال الديورة اشارناي مين وش مال اي هنلاقي على طول الطبقة دي اللي هي اسمها الاراكنايد مطر الاراكنايد مطر يبقى ديورة مطر الاراكنايد مطر هتلاقي على طول الطبقة اللي لازق على طول في الاسباينال كورد دي اللي اسمها البياماتر البياماتر يبقى إذن ديورة أركنويد بياماتر يبقى ديورة هي أكتر طبقة خارجية الأركنويد هي الطبقة اللي عليها الدور والبياماتر هي الطبقة اللي لازق على طول في الاسباينال كورد طيب المهم فيهم إيه بقى المهم فيهم قبل ما أتكلم على الحتة الموجودة في الثلاث طبقات دول ان انت تكون عارف كل layer منهم او كل طبقة منهم هتنتيه فين يعني ايه هتنتيه فين هي لها نهاية اه ما بتكملش لحد نهاية يعني الطبقات دي بتفقد الشغف طب ما كلهم يفقدوا الشغف مع بعض لأ يعني ايه لأ يعني بص معي لو جينا نبص على القطاع الجانبي ده كده دي كده الكنالة هيت دي الفقرات انت كده الناحية دي هي الناحية الانتريور هي يعني احتى كده نحية البرتبرا البودز ايا دي الناحية الامامية والنحية الاسباينز الاشواك بتاعة الفقرات ورا هيت فدي كده الناحية البوستيريور انت بصص من الجنب والاسباين الكورد بلون لاحمر قدامكو الاسباين الكورد ام جاي عند الليفل بتاع الدسك ما بين l1 و l2 وخلص بكوناص ميدال لارس ماشي كده يعني جيه هنا خلاص خلص او لحد نهاية اللون لاحمر احنا كده عند الليفل بتاع lower border of l1 يعني احنا كده عند اللور بوردر بتاع l1 او جميل كده وخلص الإيه؟ خلص اللسباين الكرد اللي بلون الأصفر دي هي المنينجيس اللي بلون الأصفر دي هي المنينجيس واضح جداً إن المنينجيس كملت صح؟ يعني واضح قوي إن المنينجيس ما خلصتش مع اللسباين الكرد عند L1 انت مركز صح؟ يعني المنينجيس لسباين الكرد بلون الأحمر خلصان عند lower border of L1 كون اسمي للارس طب المنينجيس بلون الأصفر إيه ده؟ ده اللون الأصفر ما خلصت مع اللون الأحمر ده مكمل هقولك ان الديورة والأركنويد اللي اتنين بيكملهم مع بعض هوم الديورة والأركنويد لحد الليفل بتاع S2 بلون مختلف بلون الأحمر مكملين حوالينه لحد الليفل بتاع S2 ايه ده يعني السبينة الكورد خلصانا عند L1 والديورة والأركنويد مكملين لحد S2 يبقى ده كده الديورة والأركنويد يعني الديورة والأركنوية تكملهم بكيس تحت الليفل بتاع الكنص ميدال لارس لحد S2 تمام الديورة والأركنوية وخلصوا معندي S2 طب الكيس ده دكتور ما تتقولي ليه اسم هقولك ليه اسم جميل الكيس ده بينتهي عندي S2 بحاجة اسمها الديورة الساك يعني اذا الاتنين بيقوموا متحدين مع بعض هنا كده عندي S2 وعمليني الكيس ده كده اسم الكيس ده ايه اسمه ديورة الساك جميل اوه طب الكيس بقى الاصفر ذات نفسه الكيس الكبير بقى الديورة والأركنوية ذات نفسهم من عند الليفل بتاع L1 او الكنص ميدال لارس لحد الليفل بتاع S2 او الديورة الساك اللي هو كل ده ده اسمه ايه ده حاجة هنتكلم عنها دلوقتي كده اسمها لامبر سيستيرن لامبر سيستيرن يبقى اذا لما قوم جايلك كده هقولك يا حبيب قلبي ايه هو اللامبر سيستيرن تقوم قاييل لي يا دكتور ده ده بتاع الديورة والأركنوية متر من عند القونص ميدال لارس لحد الديورة الساك اقولك قولي الليفل يا حبيبي تقولي من عند القونص ميدال لارس يعني من عند اللور بوردر لحد الديورة الساك يعني حد الليفل بتاع S2 اضرب لك تعظيم سلام اضرب لك ساعتها تعظيم سلام طب دكتور انت خدتنا في الكلام وعملت كلمنا على ديورة وأركنوية وبينتهم عند الديورة الساك S2 وفي حاجة اسمها لمبر سستيرن ما بين الكونس لحد ديورالساك ده فيه طبقة ثالثة دكتور انت انستها باين ولا ايه البيامتر ده راحت فين ما انت قلتيني التلاتة مكملين يعني البيامتر ما خلصتش اي نعم ده البيامتر هي اللي جوه ده البيامتر هي الحبل الداخلي ده هول اللي مكمل 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 هيخلص عند الديورالساك صح هيخلص مع اخواته صح لا مكمل 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 لحد ما روح يلزق في الباك يعني الحد ما يخش يروح يلزق في مش سوري مش الباك يعني عايز يخش يلزق في الفقرات العصاصية يعني مكمل لحد الاخر والبيامتر ساعتها ما بقاش اسمها بايمتر بقى خلاص لحد ما تخرج من الكونس مده اللارس لحد ما تخش تلزق في الكوكسيكس بقى ليجامنت وهذا الليجامنت اسمه فيلم فيلم ترمينال يبقى اذا الفايلام ترمينالي هو الليجامنت يعتبر كونتينواشن للبيامتر من عند القونس مده اللارس لحد ما يخش يلزق في الكوكسيكس صحي كده يعني الفايلام ترمينالي هو لجامنت اه ما هو لجامنت فعلا هو الكونتينواشن بتاع البيامتر كونتينواشن بتاع البيامتر من عند القونس مده اللارس لحد ما يروح يمسك فين لحد ما يروح يمسك في الكوكسيكس يروح يمسك في الباك اوف كوكسيكس مش كده يروح يمسك في الكوكسكس جميل قوي يبقى أنا عايز أقول لك الحيطة دي تاني عايزين نقول الحيطة دي تاني كلها دا كاترة معلش عشان هي موهمة قوي ده السبانر كورد من الجنب خلصان عند الليفل اهو بتاع اللور بوردر يعني دي اللوان يعني المنطقة دي هي منطقة الايه القوة ناصمة دا اللارس صح؟ اللي هي نهاية السبانر كورد احنا لسه متكلمين عنه جميل قوي بس اللي بدون الاصفر دي هي المنينجيس فالمنينجيس ميكملة ديورة واراكنايد ميكملين مع بعض لحد الليفل ده والليفل ده اللي هو هنا ده ده الليفل بتاع S2 وينتهم هنا كده بكيس بانتفاخ كده اسمه ديورة ساك يعني ده كده اسمه ديورة ساك او ديورة ساك صح كده؟ والمكان بتاع الديورة الاراكنايد والبيامتر من امتدادهم من عند الكنص ميدال لارس لحد ديورالسك المنطقة دي كده اسمها لامبر سستيرن يعني إذن اللامبر سستيرني دي يا دكتور بتنتد من عند اللower border of L1 لحد ديورالسك أو س2 جميل ده بدأ بالنسبة للديورا والأركنويت يعني الديورا والأركنويت بينتهم عند الليفل بتاع س2 بكيس اسمه ديورالسك طب البايا قالك ما البايا جوه بقى البايا اللي لاسSpace على طول في اللاسبانة الكرد يعني هيا اللي كانت لاسقة هنا كده ولاسقة هنا كده كملت من عند الكنص مدى اللارس اهو بفايلام ترمينال ليجم انت اسمه فيايلام ترمينال هيوقف عند الديورة لساك مع اخوته لا مكمل مكمل لحد مروح يمسك في الكوكسيكس يقولك ان الفايلام ترمينال ده ليجم انت بيسبت اللسباين القرد يعني نهاية يسبت اللسباين القرد او نهاية اللسباين القرد في الكوكسيكس كأنك رابط اللسباين القرد بحبل في الكوكسيكس الحبل ده هو الفايلام ترمينال قام جاء لك ناس شيك قايت لك ايه قايت لك والله بس الفايلام ترمينال ده واضح ان هو جزئين تعارفين بقى الناس اللي بتاعت الايه الاناتومي يحب او يقسم الحاجة ما يحبش يسيب الحاجة كده عيمة هم ما صدقهم قال لك ده الفايلام ترمينال ارسمولي كده اقول لك اهو الفايلام ترمينال ممتد من الكوناص مداللارس اهو 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 ورايح يمسك في الكوكسيكس قال لك ما علش بقى؟ لا تعالى ده هو كده جزئين جزء جوه اللامبر سسترن صح؟ مش الحتة الصفرة دي اسمها لامبر سسترن اللي هي ممتدة من هنا لهم صح؟ وجزء اوت صايد اللامبر سسترن بعد الديورال ساك قلنا له اه فعلا اي نعم دي حقيقة قال لك جميل يبقى الجزء اللي جوه اللامبر سسترن هيسميه فيلم ترمينال انترنا انترنا جوه يعني على اساس ان هو جوه اللامبر سسترن والجزء اللي مكمل لحد الكوكسكس بره ده هنسميه فيلم تيرمينال اكس تيرنا بس كده قالك بس كده خلاص طب ما فيلم تيرمينال وخلاص قالك لأ في جزء انترنا جوا اللامبر سستيرن وجزء اكس تيرنا اللي خارج اللامبر سستيرن اللي راح يمسك في الكوكسكس جميل يا باش قالك وده كده ده ليه جامنت اسمه فيلم تيرمينال بيثبت اللي سبينة الكورد في الكوكسكس ماشي قالك بس البيامتر البيامتر هي لها تو لجامنت مش لجامنت واحد ده واحد منهم يعني البيامتر الطبقة الداخلية الانر موسط دي بيكون لها تو لجامنت واحد منهم الفايلام ترمينال اللي راح يلزق في الكوكسكس ده جميل ما فيش أي مشكلة واحد تاني يبلك في الصورة دي شوفتوا لما عادنا نقشر الديورة وابعدين لقينا الاراتينايد وابعدين لقينا البيامتر بلاحظين البيامتر خارج منها الأسنان دي شايفينها أسنان آه أسنان خارجة من جانبي البيامتر وخارجة تختارك علشان تمسك في الضيورة واخدين بالكم هالطبع المتأشرة دي هالديورة هي بقى خارجة تختاركة هاي بتخرج مال أراكنايد علشان تروح تمسك برة في الضيورة شايفينها الليجامنس دي اسمها دينتيكيولات ليجامنس جاية من كلمة دينتل دينتل يعني أسنان صح؟ فعشان كده يا شبه الأسنان سنان يمين وشمال قالك عندنا كم سنة بالصلاة عن النبي قالك عندنا 21 بير 21 زوج من الأسنان من الدين تيكيولات ليجامنس على جانبي البيامتر يخترقهم الأراكنايد علشان يروحهم يمسكهم أو يأنقور أنقور يعني يلزقهم في الأراكنايد مطر بحيث أن هم يعتبرهم كده بيثبتهم اللي سبينة الكرد في الأراكنايد مطر اللي هي الأوتر مست لير أوف زامنينجيس يبقى إذن يجيلك في الامتحان يقول لك تقول له وتقول له طب البيامتر بيثبت اللي سبينة الكرد في مين يا ابني طب البيامتر بيثبت بيثبت أو بيعمل للسبينة الكرد في مين يا ابني قل له في الأراكنايد مطر أو في السوري في الديورة مطر لأنه بيخترق الأراكنايد علشان يروح يمسك في الديورة هو مكون من 21 سن أو من 21 لجا من تيمين وشمال زي ما انتو شايفين كده ويبقى ده كده الكافرنج بتاع اللي سبينة الكرد وزي الفل أو مش عايزين إيه كلام زيادة عليه قوي يعني بالنسبة للمينينجيس ذات نفسها يبقى ما يهميني في المينينجيس سريعا إن المينينجيس ثلاثة لير من بره الجوة ديورة أراكنايد بايا متر الديورة والأراكنايد بيكملهم مع بعض لحد الليفل بتاع S2 نشيلها كده الديورة والأراكنايد بيكملهم عند الليفل بتاع S2 ويصبح الفراغ أو الليس بيس من عند القونس ميدال لارس لحد S2 طبعا الـ S2 دي اسمها إيه؟ اسمها ديورة الساك المنطقة دي كده اسمها لامبر سيستير والبيا متر هي اللي بتكمل بتكمل لحد الآخر لحد ما تمسك في الكوكسيكس بحاجة اسمها الفايلام ترمينال والفايلام ترمينال ده ليه جزء فيايلام ترمينال إنترنا جوه اللامبر سيستيرن وفيايلام ترمينال إكستيرنا هو اللي خارج اللامبر سيستيرن وراح يمسك في الكوكسيكس والبيا متر كمان لها ليجامنت كمان زيادة إكسترا ليجامنت 21 بير أو 21 زوج من الليجامنت يمين وشمال بيخترقهم الأراكنايد علشان يروحهم يلزقهم في الديورة مطر اكتر طبقة خارجية لانا اقشرتها ليه دي يعني هنا هنا مقشرها عشان يسبتهم اللي سبينة الكرد في الايه في الديورة مطر ده بالنسبة ليه الكافرينج والحاجات اللي بتخلص فين وبتنتهي فين الليفلز دي مهمة جدا واتمنى ان احنا نكون ايه فهمناها ان الديورة والاركنويد انتهم عند اس 2 والمنطقة دي اسمها ديورة الساك ويبقى المكان من الكوناس ميدال لارس للديورة الساك اسمه لامبر سسترن والليجامنت اللي اسمه الفايلم ترمينال ده مكمل لحد الكوكسكس ليه جزء جوا اللامبر سسترن وليه جزء خارج اللامبر سسترن وبيطول البيامتر معانا 21 سنة يمين وشمال اسمهم الدينتكيوليت ليجامنت طب البيا بيسبت في ايه في الكوكسكس اللي هو الفايلم ترمينال طب بيسبت في الديورة الدينتكيوليت ليجامنت اللي الجميل قوي طب من اللامبر سسترن ده بقى ما تجي ما نستخدمه في حاجة مين هو اللمبر سستيرن مبدئيا اللمبر سستيرن عايزين نعرف عنه أربع معلومات يعني السلايد دي حنا نتكلم فيه عن اللمبر سستيرن وطبعا ده واحد بيبقى قعد في البوزيشن انتم شايفينه ده كده عامل فليكشن للهيد بتاعته زي ما انتم شايفين وفي وضع الجلوس أو في وضع الستينج بوزيشن علشان نحق النيدل أو ندخل حاجة زي إبرة في اللمبر سستيرن طيب أول حاجة نعرفه عن اللمبر سستيرن هو يعني أول حاجة مهمة عن اللمبر سستيرن هو تعريف اللمبر سستيرن طبعا انت عارف هو أو الساك ساك يعني كيس اللي بيمتد من فين لفين اللي بيمتد من عند يعني من عند الكنص ميدال لارس لحد اس تو يعني لحد ديورة الساك صح؟ بشو ده كان اللمبر سستيرن المكان اللي هو جوه جوه الديورة والأرقنايد بعد ما بيمتدهم من عند الكنص وينتهم عند الديورة الساك المنطقة دي كان اسمها اللمبر سستيرن يبقى إذن هو ساك وفي صاب أركنويد سبيس يعني هو مابدائياً كده هو كيس في الصاب أركنويد يعني تحت الأركنويد بيمتد من فين لفين بيمتد من L2 الـ S2 طب احنا هي L2 و S2 مش هتتنسها صح؟ سهلة L2 S2 أنا عايز ناس فهمة L2 ده الكوناصم ده اللارس نهاية اللي سبعنا الكرد و S2 الديورة الساك اللي هو نهاية مين الديورة والأركنويد جميل قوي يبقى ده الديفينيشن والإكستنشن احنا كده قلنا الإكستنشن كمان وإحنا مش واخدين بال إستنشن يعني بيمتد من فين لفين يبييمتد من L2 الـ S2 من نهاية اللي سبعنا الكرد لنهاية الديورة والأركنويد اللي هي الديورة الساك طيب إيه بقى الكونتينت بيحتوي على إيه ما هو الكونتينت بتاع هذا اللامبر سستيرن قالك طبعاً بيحتوي على CSF سريبرو سبعنا في لويد السائل النخاء اللي موجود حوالين اللي سبعنا الكرد موجود في الصاب أركنويد سبيس وده طبعاً ساك وفي صاب أركنويد سبيس فإحنا كده في CSF قالك غير الـ CSF مش كان فيه الديورة بتاعة اللي سبعنا الكرد وإنها تمتدي تحت آه اللي هي الكوداء كوين اللي هي بتاعة اللامبر والساكرال والعصب الكوكسيجيل المتبقي الروتسوف لامبر عند ساكرال نيرف كوداء كوين وكمان مين اللي كان ماشي جوه فيلم ترميناي الانترنا يبقى الـ بتاعها نشوفها على الصورة دي كده عشان ما نتلقبطش آه مش هي كانت هي اللي بتمتدي من هنا ايه دي اللامبر سسترن الكوكب تمتدي من هنا كده من عندي نهاية اللي سبعنا الكرد لحد نهاية الـ ديورة الـ يعني دي النهاية ودي البداية هو اللي جوه ده بيمتدي جوه الفايلام ترميناي الانترنا أهو ده الفايلام ترميناي الانترنا اللي كان جوه اكسترنا ده بره ده حاجة السائل بقى اللي حاولين اللي سبعنا الكرد ذات نفسه CSF ماشي اللي سبعنا الكرد خلص هنا ماشي بس هو خلصان عند الليفل بتاع L1 فبالتالي لسه فيه ايه لسه فيه اعصاب ما خرجتش اللامبر والساكرال والعصاب الكوكسيجيال كانوا يكملهم بديول كده قلتلكوا اسمها ايه كودا اكوينة موجودة جوه اللامبر سسترن وصلت يبقى تاكده الكونتنت بتاع اللامبر سسترن CSF فايلام ترمينال خليك سبسيفيك انترنا ورقم تلاتة اللي ايه الكودا اكوينة اللي هي اللامبر والساكرال روتس كلينيكال امبورتانس اخر حاجة كلينيكال امبورتانس يعني اهميتها ايه اهمية يعني ولا هي حاجة كده انتو موخلص موجودة قالك لا الكلينيكال امبورتانس بتاعتها هي العملية اللي انتو شايفينها في الصورة دي اللي انت بتعمل insertion لنيدل بتدخل ابرة في هذا والعملية دي بيسموها lumber puncture اسمها ايه lumber puncture عملية lumber puncture هي عملية insertion انك تدخل needle ابرة في الصاب arachnoid space يعني جوه lumber sistern في الصاب arachnoid space يعني تحت الارachnoid يعني فين جوه lumber sistern في اللي space ده بتاع lumber sistern طب انا ادخل ابرة ليه يعني ادخل ابرة عمل بها ايه قالك هتدخل إبرة عشان حاجة من ثلاثة يعني أنا كده هقول لك الانديكيشنز بتاعت مين بتاعت اللامبر بانكشور ما أنك تدخل إبرة في الليسبيس ده اللي عاملات يسمها لامبر بانكشور طب أهمية اللامبر بانكشور إيه أو يعني هنهعمل إيه باللمبر بانكشور قالك اللامبر بانكشور ممكن عن طريق النيدل دي تحقن حاجتين أو تسحب حاجة هتحقن حاجتين يبقى تحقن دراجز وخصوصا الأنتي بايوتكس وخصوصا الانتبيوتكس في حالات الميننجيس وحالات الالتهابات والانفكشن زي وكده يقيم ما تحقن اناسيزيا في حالات التخدير النصفي في الحالات التخدير النصفي يولك دي خد حقنا في ظهره هي دي الحقنا اللي في الظهر عشان يخدر نص التحتاني من الجسم يبا بتحقن اناسيزيا في حالات التخدير النصفي اللي احنا بنسميها اللي سباينال اناسيزيا اسمها كده سباينال اناسيزيا ورقم تاتي تسحب حاجة تسحب CSF عشان تعمل حاجة اسمها CSF sample تاخد عينة من CSF عشان تروح تعمل لها تحللها طب ليه يعني يقال لك بيبقى أحيانا CSF ده في حالات المنينجايتس لو فيه التعب في الأخشيات السحائية لو خدت عينة من CSF ده راح تحللتها بتلاقي فيها طبعا زيادة في اليوكوسايتس وكلام من كده فده بيديك انديكيتور عن إن فيه انفكشن معينة ولما تكبره شوية هتعرفه إن شاء الله إن الانفكشن دي قد تكون فيرل أو قد تكون بكتيريال اللي بتعمل من النجايتس دي فالفيرل لها كريتيريا على مستوى CSF والبكتيريا الليها كريتيريا على مستوى CSF فإنتا ما تاخد عينة من CSF وتحللها هتقدر تشخص صح؟ فهي دي الفكرة في اللومبر بانكشر يبقى اللومبر بانكشر هي عملية انسرشن أوفانيدل إنك تدخل إبرة فين في اللومبر سستيرن اللي هي بتمتد من فين لفين يا باشا إن اللومبر سستيرن اللي بتمتد من عندي L2S2 عشان تحقن دراجز وخصوصا الانتبيوتكس تحقن مواد مخدرة زي الأناسيزيا علشان تعمل سباينا الأناسيزيا أو تخدير نصفي وتسحب عينة CSF تعمل CSF سامبل عشان تحلل CSF ده تشوف المشاكل التي قد تكون موجودة من إنفكشن وخلافه ده سؤال مهم جدا 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 اللومبر سستيرن كلها على بعضها أو اللومبر بانكشر بالخصوص اللي يتعتبر الكلينيكال امبورتنس بتاعت اللومبر سستيرن ماشي كده يبقى احنا كده اتكلمنا حتى الآن في اللسباينا الكورد على الاكستيرنال فيتشر والكافرينج اللي هل منينجيزيا فضلنا الارتيريال سابلاي هنتكلم دلوقتي على الارتيريال سابلاي او اند الفينوس درينج بتوع اللسباينا الكورد والانتيرنال فيتشر هنقول عنها كلمة بسيطة كده ويبقى اللسبينال كورد ايه خلص طábى الارتيريال سبلاي طبعا حاجة في غاية الأهمية بالنسبة للسبينال كورد ان انت تكون عارف ايه هو الارتيريال سبلاي بتاع اللسبينال كورد قبل ما كلمك في التفاصيل السبينال كورد يعني فيه معانة ثلاثة مصادر هما اللي بيغزن السبينال كورد عندنا أرتري اسمه انتريور سبينال أرتري ده سنجل أرتري اسمه انتريور ايه ده سنجل ده واحد ومعانا دول اتنين دول اتنين يمينوش مال ماشي كده يعني ارترز مش ارتري انما الانتيرو سبينل بيبقى ارتري ومعانا ارترز اسمها الراديكولر ارترز اسمها ايه راديكولر ارترز راديكولر ارترز يبقى ما هو الميجور بلات سبلاي او John Arterial Subly بتاع الاسمها الكورد عندنا 3 major بلات سبلاي اول حاجة الانتيريور سبينل ثاني حاجة البوستيريور سبينل ثالت حاجة الراديكولر الانتيريور سبينل ده سنجل ارتري ده ارتري واحد والبوستيريور سبينل دول ارتر masculinity شوريانين يا والراديكولر ارترز دي شراين كتير بتطلع بقى حسب الليف لنتكلم عنها دلوقت انا عايز بس ان اتخيل كل ارتري من دول بيغذي الاسبينال كورد ازاي بطوله يعني زي الصورة دي كده بطول الاسبينال كورد او لو خدناك طاع عرضي فهو بيغزي الاسبينال كورد برضو ازاي عايزين نعرف اللي اتنين يعني شكله بيغزي كده ازاي وبيغزي كده ازاي نبدأ بالانتيريور سبينال ارتري الانتيريور سبينال ارتري مهم جدا احنا نعرف انه هو سينجل ارتري يعني هو شريان واحد بس هذا السينجل ارتري بيطلع من ارتري اسمه الفرتبرا الارتري ده بيكون معك تو أرتريز اسمهم الفرتبرا الأرتريز تطلع ويتحدهم مع بعض عشان يكونهم أرتري اسمه البازيلار أرتري اللي بيمشى عند البرين ستمة البازيلار أرتري ده هنتكلم عنه بالتفصيل في البلاط صبيلاي بتاع البلان البازيلار أرتري ده بيكمل بعد كده أو بيدينا بعد كده أرتريز مهمة جدا في البلاط صبيلاي سابلاي بتاع الbrain عند الحتة بتاعة الفرتبرا الارتري هو رايح يتحد مع الفرتبرا للوقصاد وهنا كده عشان يكونهم البازيلر في النص هنا كده يطلع من هنا كده الانتيريور سباين الارتري كده بإيه ببرانشين صغيرين كده ده الانتيريور سباين الارتري تمام كده الانتيريور سباين الارتري هذا الانتيريور سباين الارتري قالك هو يعتبر الميجور بلات سابلاي للسباين القرد لحد الليفل بتاع نهاية السيرفايكل مش هو الـ spinal cord ده cervical وسوراسيك ولامبر وساكرال وفي الاخر كوكسيجيل قالك المنطقة cervical المشور بلات سابلاي بتاعها من الـ anterior spinal ده الـ anterior spinal ده بيغزي الـ anterior two-third of the spinal cord يعني ايه الـ anterior two-third of the spinal cord ده دكتور يعني في القطاع العرض يهو لو احنا شفنا الـ spinal cord من الامام ده الـ anterior ومن الخلف ده الـ posterior باش كده فقسمناه لتلتين اماميين وتلت خالفي ده التلت الخالفي وده التلتين الاماميين فالتلتين الاماميين دول بتغزوا major بمين بالـ anterior spinal ده طب في القطاع الطولي في القطاع الطولي هو اخر cervical region يعني على اعتبار ان احنا اخرنا هنا كده ده نهاية الـ cervical region تمام يعني نهاية عند الـ C8 مثلا ده كده يخرج البلات سابلاي الميجور من هذا الـ anterior spinal يعني هو بيزدهر قوي او بيطلع برانشته افضل حاجة عند الـ level بتاع الـ cervical region طب تحت الـ cervical تحت الـ cervical بيبتدي يدمنش شوية يقولك ان الـ upper third يعني التلت العلوي ده هو ياخد من الـ anterior spinal حلوة او من الامام طب الـ lower third او lower بقى two third السردين اللي لسه منبقيين قالك السردين اللي لسه منبقيين ياخدهم بقى من الـ radicular arteries يبقى radicular arteries هي الميجور سابلاي of the lower two third of the spinal cord هي الميجور سابلاي of the lower two third of the spinal cord major سابلاي of the lower two third of the spinal cord is the radicular arteries طب الـ radicular arteries بتطلع منين قالك ده الـ radicular arteries دي بتطلع على حسب المكان يعني لو احنا لسه مخلصين من منطقة السيرفايكل ودخلينها على سوراسك يعني احنا في منطقة النك في منطقة الرقبة ياخد برانشاته من artery في النك اسمه الـ ascending cervical arteries والvertebral arteries يعني الـ radicular arteries في منطقة السيرفايكل region هتبقى من two arteries طب احنا في منطقة السوركس قالك هتاخد من الـ intercostal يبقى هنا كده من الـ intercostal طب احنا في منطقة الـ abdomen هتاخد من الـ lumbar arteries طب احنا في منطقة البلفس هتاخد من الـ lateral sacral arteries يعني اذا الـ radicular arteries دي ده كاترة بتخرج من الـ arteries على حسب المكان لو احنا لسه مخلصين النك ونزلين على السوركس تخرج من الـ vertebra ولل-ascending cervical طب في السوراسك posterior intercostal لو ما كانوا بيغزوا شيستول طب في الـ lumbar من الـ lumbar arteries في الـ abdomen يعني في البلفس من arteries اسمها lateral sacral arteries دي اسمها الـ radicular arteries هي اللي بتوفر البلد سبلاي من تحت السيرفايكال ريجون يعني الـ lower two third او التلتين السفليين من الـ lumbar arteries في القطاع الطولي لان الـ anterior spinal زي ما اتفقنا يغزي حلوة اوي في السيرفايكال ريجون بيلوز السيرفايكال ريجون يبتدي حصل يبتدي تلاشة ما يبقاش قوي اوي في السابلاي بتاعه يستبدل بـ radicular arteries طب الـ posterior spinal اللي ستك ما جتليش سريتهم دول قالك البستيريور سباينة الارترز دي بتطلع هما شريانين بطلعهم من شريان اسمه البيكا اسمه البستيريور انفيريور سريبيلر ارتري اسمه ايه اسمه البيكا البيكا ده اختصار البستيريور انفيريور سريبيلر ارتري البيكا البستيريور انفيريور سريبيلر ارتري ده هو اللي بيطلع الاتنين بستيريور سبينا الارترز دول شوريانين ودول بقى اللي بيوفرهم البلات سابلاي للبوستيريور سرد بتاع الاسباني الكرد بطوله يعني الانتيريور اسبكتة او الانتيريور تو سرد هم اللي واخدين من تو سورس الانتيريور سباني في الابر سرد والرديكولر في اللور تو سرد اما البوستيريور سرد اللي هو التلت الخلفي من الاسباني الكرد بطوله ده بياخد من البوستيريور سباينال ارترز اللي طالع من البيكة او اللي طالع من البوستيريور انفيريور سريبيللر ارترز وصلت ده بالنسبة للبلات سابلاي هو البلات سابلاي بتاع اللي سباينال كرد لعبة يعني الارتيريور سابلاي بتاعنا لعبة ازاي اللعبة دي انك تبقى عارف اللي سباينال كرد بطوله واللي سباينال كرد في القطاع العرضي اه اللي سباينال كرد بطوله هيتقسم هنقسمه في البلاتساب لاي بتاعه لقبر ايه لقبر third ماشي كده يعني الحد الليفل بتاعه هنا كده ولور two third جميل جميل طب في الكتاع العرضي قالك في الكتاع العرضي هنقسم اللزبان الكورد anterior two third يعني فيه anterior تلتين اهوم وبستيريور تلت وصلت يبقى البلاتساب لاي لقول ما يتقل لك باللاتساب لايششاء ما تتلخبطش شاء ما تتلخبطش تقسم اللزبان الكورد بطوله لقبر third والlower two third وتقسم اللزبان الكورد في الكتاع العرضي anterior two third و monopolzyer third ويبقى معاك ثلاثة major sub million معاك ثلاثة arthritis هما اللي بيغزهم في اللزبان الكورد عمومة القبر third بتاعك بتغزة mainly بالانتيريور سبان الArtery في الانتيريور two third بتاقب يعني القبر third بتاعك بتغذى بالانتيراض بانالده جاي من اين قالك احنا معنا اتنين بيرتبورا large اتنين بيرتبورا large بياجوا نتحدهم مع بعض هنا كده عشان يكونهم الر þري اسمه البازيلرности احنا جايين يتحدهم عشان يكونهم من البازيلر هنا وهنا يخرج كده برنشين صغيرين يكونهم الانتيراض بانالده انتيراض بانالده بيخرج من البرتبورا large وده بيغذي الaberserved of the spinal cord mainly وبيغذي الانتيراض to third of the في المنطقة دي يعني هو بيغز الـ upper third anterior two third بتوعك anterior two third هنا كده يعني المنطقة دي كده anterior two third وصلت يعني لو انت عايزت بقى جامد قوي وspecific قوي مع ان الكلام ده مش عليكو قوي تقول ده هو بيغز الـ anterior spine ده هو بيغز الـ anterior two third of the upper third of the spinal cord يا ودي اجامد يا ودي اجامد لو انت قلتها كده لو قلت يا عم هو الميجور سبلايف الـ upper third على anterior two third يبقى قطر خيرك حلوين او زي الفل طب الـ lower two third قالك الـ lower two third بيجي من arthritis يسمعها radicular arthritis في المنطقة cervical بتكون من ascending cervical والvertebral في المنطقة صوراسك من posterior intercostal arthritis في المنطقة الابدومن من lumbar arthritis في منطقة sacral region من lateral sacral arthritis دي يسمعها radicular arthritis ودي الميجور سبلاي للـ lower two third دي الميجور سبلاي للـ lower two third of the spinal cord طب الـ posterior third الـ posterior third بقى اللي هو الجزء التلت الخلفي بطول الـ spinal cord بقى بطول الـ spinal cord وكله جاي من two posterior spinal arteries two posterior spinal arteries دي برانشات من artery اسمه ودي بتغذي posterior two third of the spinal cord بطوله الهون لنس بتاعه بطوله كله يعني عادي وصلت يبقى تاني الـ upper third ده جاي من anterior spinal artery اللي هو يعتبر جاي من الـ vertebral arteries ده بيغذي anterior two third of the spinal cord لحد نهاية الـ cervical region احنا أخيرنا هنا cervical region بيلوز cervical region يعني lower two third من arteries اسمها radicular arteries ودي شرايين بتنشأ على حسب المكان فلو احنا في منطقة cervical بتبقى طلع من ascending cervical والفرتبرل لو احنا في منطقة السوركس بتبقى طلع من posterior intercostal arteries لو طلع من في الابدومن بتبقى طلع من لو طلع من منطقة السكرال بتبقى خارجة من اللاترل سكرال arteries فبالبستيريور احنا كده كل ده على الانتريور البستيريور قالك البستيريور بتبقى خارج من البستيريور اللي هي اللي طلع من اللي هو دي بتغزي بطوله بتغزي ماشي كده يبقى ده بالنسبة الارثيريال سبلار الفينوس درينادج هتقول لي بس ان الفينوس درينادج بتاع السباين الكور بدون الدخول في تفاصيل بيكون موجود في حاجة اسمها الانترنا الفرتبرال فينوس بليكسوس وده بتبقى شبكة من الاوردة بتبقى موجودة في الابديرال سبيس الابديرال سبيس ده ده اللي خارج الديورة اسمه الابديرال سبيس فينس بليكسس هذه الانترنال فيرتيبرال فينس بليكسس بتبقى موجودة في الابيديورال اس بيس ابيديورال اس بيس يبقى الانترنال فيرتيبرال فينس بليكسس ودي موجودة في الابيديورال اس بيس معلومتين بس اتعرفهم عن الابيديورال اس بيس انترنال فيرتيبرال فينس بليكسس ودي موجودة فين؟ موجودة في الابيديورال اس بيس في الابيديورال اس بيس طيب بالنسبة ليه الاسبانال كورد اللي سبينال كرد طبعاً إحنا قلنا عندنا كم سيجمنت طبعاً عندنا 31 سيجمنت 8 سيرفايكال 12 سوراسك 5 لمبر 5 ساكرال 1 كوكسيجيل وطبعاً كل عصب سبينال بيخرج بحاجة اسمها فينترال روت وحاجة اسمها دورسال روت الدورسال روت دا كان حسي الفنترال روت دا كان حرقي الدورسال والفنترال روت مع بعض بيتحتهم عشان يكونوا من نيرف روت أو يكونوا من السبينال نيرف ذات نفسه بقية كان بيخرج بتوروتس، كان بيخرج بجزعين، واحد فنترل، واحد دورسل، الاتنين بتتاهدوا مع بعض عشان يكونهم العصب، بعد كده العصب زيت نفسه بتقسم بعد كده الانتيريور ريمس وبستيريور ريمس، مش علينا الكلام ده دلوقتي ومش عايزين نتكلم في تفاصيل يوم، ماشي كده؟ طيب، لو احنا بقى عايزين نبص على السبينال كورد من جوه، جينا عشان نبص على الانتيرنال استركشورز بتاعة السبينال كورد من جوه، هتلاقي ان السبينال كورد لو خدنا قطاع عرضي في هتلاقيه بتقسم لتو هالفز، يعني ايه تو هالفز؟ يعني نصين، أدا نص، وأدا نص، طب هو مين اللي قسموا نصين كده يمين وشمال يعني؟ قال لك أكيد الحاجة دي والحاجة دي صح؟ هم دول اللي قسموا لي مين وشمال، طب ايه هي الحاجة دي وايه الحاجة دي؟ قال لك الحاجة دي اللي وراء اسمه البوستيريور ميديان سبتم ده، اسمه بوستيريور، عشان احنا ناحية وراء ده كده ناحية وراء، ميديان، ميديان عشان احنا في النص بالزبط، ميديان س سبتم. بوستيريور ميديان سبتم. طب ده سبتم. طب في الامام شكله سبتم? لا. في الامام شكله ايه? شكله سلقس او شكله فشر. من قدام شكله في حفرة. مش 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 جست حتة بارزة في النص زي البوستيريور سبتم. لا. من قدام بقى بيكون اسمه انتيريور ميديان ايه? انتيريور ميديان فشر او سلقس. انتيريور ميديان فشر او سلقس. او جروف. التلاتة صح. فشر او سلقس او جروف. التلاتة بتقالوا. بس البستيريور ميديان اسمه بستيريور ميديان سبتم بس سبتم لانه هو حتة بارزة كده مش حفرة ولا حاجة هم دول اللي بقسمهم الانترنال فيتشارز بتاعته لجزء يمين وجزء شمال ماشي كده يبقى يقولك ان الانترنال استيريور ميديان سبتم نصين قد بعد بالزبط عن طريق حاجة اسمها الانترنال فيتشارز وحاجة اسمها الانترنال فيتشارز بستيريور ميديان سبتم بتقسم لإيه؟ تبص على اللزبان الكردي من جوا طبعا الصورة الكلاسيك اللي احنا عارفينها انه هو ببقى فيه جوا اتش شيب ماتر او مادة شبه حرف الاتش كده اللي باللون اللي انا عاملها بالجري دي كده اسمها الانتر انر جري ماتر اللي هي المادة الرماضية جري ماتر والمنطقة الخارجية بقى لولون اللي بيقض دي العادية اللي هي حاولين الجري ماتر دي اللي هي اسمها الايه؟ الوايت ماتر المادة البيضاء يبقى الاسمها الكورد من جوا عبارة عن جري ماتر دي اتش شيب ماتريل تمام كده والوايت ماتر دي اللي حاولينها الجري ماتر من بره ودي بلون لبيض زي منتو شايفين كده الجري ماتر بتحتوى على ايه؟ والوايت ماتر بتحتوى على ايه؟ قالك الجري ماتر بتحتوى على اجسام الخلال العصبية يعني بتحتوى على سيل بودز يعني اجسام الخلال العصبية موجودة في الجري ماتر طب بالأجزونز أو اللي بتعمل بقى التراكتات هي اللي بتبقى موجودة في الوايت مطر يبقى إذن محتوى الجري مطر هو عبارة عن أجسام للخلال العصبية اللي احنا بنسميها نيوكلياي تجمعات لأجسام الخلال العصبية جوه السنترال نيرفوس سيستم قلنا اسمها نيوكلياس فالنيوكلياي بقى بتاعة الجري مطر ده نبقى نتكلم معنا بالتفصيل فيما بعد بتبقى نيوكلياي كده الأعصاب بتعمل فيها ريلي ستيشن بتبقى لها علاقة بقى بالإحساس بالبين والإحساس بالتمبرتشر والفاين تتش وغيره تجمعات لخلال العصبية أجسام الخلال العصبية في الجري مطر اسمها نيوكلياي يبقى الجري مطر دي بتحتوى على إيه على سيل بودز بينكوسين كده نيوكلياي وتلاقي إن الجري مطر ديت بتتقسم زي ما ستك شايف كده لثلاثة هورنز ثلاثة قرون كده ده اللي ناحية قدام اللي هو الانتيريور هورن ده كده اسمه فينترال هورن ولاترال هورن ناحية اللاترال أهو وبوستيريور أو دورسال هورن بيكون ناحية وراء الفنترال هورن ده بيكون موتر يعني بيكون فيه خلايا خاصة بالحركة البوستيريور أو الدورسال هورن ده بيكون سينسوري واللاترال هورن ده بيكون أوتونومك وبالتالي هو موجود في ليفلز معينة بس في ليفلز اللي بيطلع منها العصاب الأوتونومك مش موجود في كل مكان يا تمام كده يبقى دي الجري مطر يبقى الجري مطر هي المادة الـ H-shape التي تحتوي على أجسام الخلال العصبية والتي تكون حاجة اسمها نيوكلياي وبتتقسم لتلاتة هورن أنتيريور هورن أو فينترال هورن بوستيريور هورن أو دورسال هورن واللاترال هورن طب الوايت مطر قالك الوايت مطر دي بقى فيها أجزونز هنا بقى مفيش فيها أجسام خلايا لأ ده فيها محاور خلايا فيها أجزونز والأجزونز دي تتحد مع بعضها تعمل حاجة اسمها تراكتس كنا قلناها في الايه في الـ لما قلنا إن الوايت مطر دي أبارة عن تراكتس طلع شايلة وتراكتس نازلة شايلة ايه شايلة موتور فونجشن أو شايلة حركة يعني طالع شايل إحساس نازلة شايل حركة ودي لها محاضرة لوحدة ودي لها محاضرة لوحدة والدسندينج تراكت اللي هي البراميدل والإكسترابراميدل اللي هي الموتور يعني يبقى دا الايه يعني وجينا نبص عليه من جوة زي ما قلنا بتلاقيه كده بتلاقيه نفس المنظر ده كده جري مطر وويت مطر جري مطر أجسام الخلايا المحاور بتاعة الخلايا والجري مطر فيه والويت مطر بتكون يعني التراكتس دي عبارة عن تجمعات أو تجمعات لمحاور الخلايا يعني تجمعات من الفايبرز اللي طلعها شايلة إحساس ولنزلة شايلة حركة ولأخد بالك أن كل الاسبينة النيرف الواحد وثلاثين دول بيكون فيهم دورس الروت يعني ليه دورس الروت طلع من الدورس الهورن ما الدورس الهورن ده هو هو ده اللي بدي الدورس الروت اللي هو الحسي تمام؟ ما عادة عشان الامسكيو العصب الأول والعصب الأخير العصب الأول والعصب الأخير دول ما فيوش فيهم دورس الروت يعني لا يحتوي على خلايا حسية ما بشيلش إحساس العصب الأول في الواحد وثلاثين والعصب الأخير دول ما فيوش فيهم دورس الروت يعني ما فيش فيهم أعصاب خاصة بالإحساس عشان الامسك يو الفيرست وان واللاست وان الفيرست واللاست لا يحتوم على دورسل روت ماشي كده؟ طيب ده بالنسبة للسبينال كورد لما نيجي بقى نتكلم على ندارد الشوية بخصوص السيريبروس باينال في لويد فالسبينال في لويد يهمني أعرف فيه إيه السيريبروس باينال في لويد هو السائل اللي بيسبح فيه السنترال نيرفل سيستم براين وسبينال كورد وبيملى فراغات كنا قلنا عنها هنت كده سريع وهنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد اسمها البرين فينتريكلز بيملى فراغات اسمها البرين فينتريكلز ده بالنسبة للبرين طب بالنسبة للسبينال كورد لسا يلين بيكون الـ CSF موجود في الساب أركنويد سبيس الساب أركنويد سبيس ما هو أنا عايز بس أقولك إن مش هما فيه ديورة وفيه أركنويد وفيه بايمتر صح؟ خارج الديورة في سبيس اسمه إيه بديورة لسبيس؟ ما بين الديورة والأركنويد فيه صب ديورة لسبيس وما بين الأركنويد والبيومتر فيه صب أركنويد سبيس واصرت كده فهو CSF بيكون موجود في الصب أركنويد سبيس اللي هو الاسبيس اللي موجودنا بين الأركنويد والبيومتر طب وفي البرين في البرين بيكون موجود في البرين فينتريكلز برين فينتريكلز دي عبارة عن إيه؟ سبيسز أو فراغات بتبقى ما لنا CSF هنتكلم معنا فيما بعد بالتفصيل جميل او طيب حجمه قد ايه الفوليوم بتاعه قد ايه قالك هو بيكون حوالي 130 ملي 30 ملي منهم في البرين فينتركلز و 100 ملي في الصاب أراكنويد اسباس 30 ملي في الفنتركلز في الفراغات اللي موجودة جوا المخ و 100 ملي موجودين في الصاب أراكنويد اسباس و 130 ملي متقسمين على المكانين يا مش قالك بتكون من ايه ايه هو الحاجات او الخلايا اللي ممكن يكون لها دور في تكوين السي اس اف قالك السي اس اف بتكون من 3 سورسز منهم واحد هو الميجور سورس يهما السري سورسز اللي بيكونهم السي اس اف قالك اول حاجة حاجة اسمها الكورايد بليكسس اسمها ايه كورايد كورايد بليكسس والكورايد بليكسس هي الميجور سورس اللي بيكون هذا السي اس اف 70% من السي اس اف بتكون بالكورايد بليكسس من لي حاجة اسمها الكورايد بليكسس بتاعت اللاترال فينتركل ما هو كل فينتركل بيكون جنبه كورويد بليكسوس كده الكورويد بليكسوس بقى تلاترال فينتركل بالتحديد ده فينتركل او فراغ بيكون خاص بالسريبرا الكورتيكس او بقشرة المخ هو المين ليه 70% من تكوين السي اسف لحده بنتكلم بالتفصيل بقى عن الكلام ده في الفنتركل زيان يبقى الاول صورسه هو المجور صورس في السي اسف اسمه ايه الكورويد بليكسوس ودي بتكون 70% طب غيره فاكرين خلايا كان اسمها الابندايمال سيلز الابندايمال سيلز دي كانت خلايا ابندايمال سيلز دي خلايا تعتبر من الخلايا اللي بتبقى موجودة فيه السي ان اس بتبطن او بتعمل لينينج للفنتركلز بتعمل لينينج للفنتركلز بتطلع سي اسف يعني هي بتبطن الفنتركلز وبتطلع سي اسف عشان يملى الفنتركلز بس مش هي المجور صورس المجور صورس هي الكولويد بليكسوس ماشي كده قالك وخلايا البيامتر إيه دا البيامتر ذات نفسها قالك آه البيامتر ذات نفسها بتطلع CSF خلاياها بتطلع CSF بدرجات بسيطة جدا تضيفه على الصبق أركنويد اس بيس يعني احنا نريد سيقين ان الصبق أركنويد اس بيس موجودنا بين الأركنويد والبيامتر فخلايا البيامتر بتطلع بعضا من هذا السائل تضيفه على الصبق أركنويد اس بيس يبقى ما هو الصورسز كورويد بيليكسوس دا الميجور ابن دايمال سيلز دي خلايا بتبطن الفنتريكلز وبتفرز معاني البيامتر بعض خلايا البيامتر بتفرز هذا السائل جوه الصب اركنويد اس بيس طيب السيركيوليشن يعني مش ده سائل اه بيدور اه بيبدأ من فين وبينتيه فين يعني السيركيوليشن بتاعه والدرينيج بتاعته بيكون شكل عامل ازاي اه لحد الوصول بس احنا طبعا نتكلم عن التفصيل بتاع الدرينيج دوت على مدار الشباتر لما نيجي نتكلم على الفنتريكلز تمام بس يعني احنا عايزين دلوقتي نعرف هو بيمشي ازاي يعني بيملي ايه وبعد كده بتحرك فين وكده انت قلتلي ان الميجور سورس اللي بيكونه اسمها ايه كورويت بليكسس وقلتلك ان الكورويت بليكسس دي شبكة بتكون السي اس اف موجودة جنب كل فينتريكل بس قلتلك مين للسبعين في المية جايين من الكورويت بليكسس بتاعت اللاترال فينتريكل يبقى ازا احنا المينلي بيكون هذا السائل موجود في اللاترال فينتريكل هتقول لي مين اللاترال فينتريكل هقولك اللاترال فينتريكل هو عبارة عن الفراغ اللي بيتمالع بالسي اس اف الخاص بالسريبرا الكورويتكس لان الفنتريكل زي دول مين لي تلات ده خاص بالقشرة المخاص بالمخ سير دي فينتريكل ده خاص بال الداين سيفالون ليه السلامس ولايبو سلامس فورس فينتريكل وده بيكون خاص بالهايند برين يعني خاص بالسريبيلم والبونز والمضالة قبلونجات كل منطقة كده زي ما انتوا شايفين لها فينتريكل لها فراغ مليان بالСي إ 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 يتحرك للسيرد فنتريكل عن طريق حاجة اسمها الانتر فنتريكولر فورامينا اوف مونرو ماشي كده انتر فنتريكولر فورامينا اوف مونرو يبقى الفورامينا اوف مونرو دي فتحها تعادة السي اس اف من اللاترال فنتريكل للسيرد فنتريكل ماشي وبعد كده من السيرد فنتريكل يصل السي اس اف الى الفورس فنتريكل تعال هاي اند برين اللي احنا ليس هايلين عليه عن طريق انبوبة اسمها الاكويداقت اوف سيلفياس اسمها ايه اسمها الاكويداقت اوف سيلفياس وبعد كده يخرج الصيف من الفورس فينتريكل للصب اراكنايد سبيس للصب اراكنايد سبيس عن طريق ميديان فورامين اسمها ماجيندي ولاترال فورامينة اسمها لوشكة فورامين في النص كده اسمها ميديان فورامين اوف ماجيندي واثنين فورامينة لاترال اسمهم لاترال فورامينة اوف لوشكة لوشكة ماشي كده وبعد كده من الصابق اركنويد اس بيس قالك فيه small amount بتخش central canal of the spinal curve دي ما علينا ماشي كده طب وبعدين يعني بعدين بيخش الصابق اركنويد اس بيس بقى بيحصل له ايه قالك في الصابق اركنويد اس بيس يبتدي يحصل له drainage عن طريق حاجة اسمها الاركنويد في الله بيكون فيه اصابع كده خارجة من الاركنويد في الاركنويد من الاركنويد جوه الاركنويد اس بيس تمتص هذا السائل طب توديه فين برضو ما احناش عارفين يعني هتصبه في الديور الفينس ساينس ومن الديور الفينس ساينس يبقى دخل بقى الفينس بلد ويتحرك مع السيركيوليشن ويرجع يتكون تاني ويتحرك مع السيركيوليشن ويرجع يتكون تاني ويتحرك مع السيركيوليشن وهكذا لانه هو بيبقى في دورة متحركة طب فاكريني الديور الفينس كانوا كتير صح وكان فيه منهم سينجل وكان فيه منهم بيرد مين بقى اشهر واحدة بتستلم هذا السائل السوبيريور ساجتال ساينس السوبيريور ساجتال ساينس يبقى السائل بتكون في اللاترال فينتريكل عن طريق الكورويد بليكسوس يتحرك للسيرد فينتريكل عن طريق الانتر فينتريكل فرامينا ومن السيرد فينتريكل يتحرك للفورس فينتريكل عن طريق انبوبة اسمال اكوي داكتو اوف سيلفياس وبعد كده من الفورس فينتريكل يخش صاب اراكنويد سبيس عن طريق الميديان فورامينا اوف ماجيندي واللاترال فورامينا اوف لوشكا وفي الصاب اراكنويد سبيس يمتدي تمتصه الاراكنويد فيلاي الاراكنويد فيلاي تمتصه هتوديه فين يعني قالك بعد ما تمتصه بتحدفه على الديور الفينس ساينس بعد كده بيخش الفينس بلد وبيتحرك مع الفينس بلد بقى والكورويت بليكسس تكون تاني وهكذا دي بنسميها الدورة بتاعة السي اس اف طب ما هي الفونكشن بتاعة السي اس اف وظيفة السي اس اف ايه حاجة بسيطة عندنا اول حاجة خالص ان البرين عين في سائل فوزنه بيقل فبقول لك هو تقريبا بيقل الوزن البرين ستين في المية او ستين فولد يعني ستين في المي كتير قوي يحوله من كيلو ونص لحوالي 25 جرام يعني يحول حاجمه او وزنه من كيلو ونص وهو مش عين في حاجة ل25 جرام هو عين في السي اس اف فتقدر ان انت تشيله جوه دماغك والتحرك وتبقى دماغك في الاكسابول والحركة تبقى مارينة دي حاجة الحركة التانية قالك انه هو سائل يعمل كممتص للصدمات الخاصة بالبرين واللصبين الكورد فبالتالي هو بيعمل بروتيكشن للبرين واللصبين الكورد رقم ثلاثة قالك هو يستبدل يعني بيعمل استبستيتيوشن او بيستبدل الجهاز اللي مفاوي في سي الناس كان فيه اماكن مفيش فيها لمفاتيكس منها السي ان اس المخ والحبل الشوكي ليه؟ لان بيقوم بالوظيفة دي السي اس اف يعني ليه دور في مهاجمة البكتيريا والاكسام الغريبة وهكذا رقم اربع قالك ليه دور في الكيميكال انفيرومنت بتاعت سي الناس يعني ليه دور في تنظيم الالكترولايت او تنظيم المعادن البيئة الكيميائية بتاعت البريين والمخ واخر حاجة بيتحكم في الانترا كرينيال بريشر اللي هو ضغط ضغط السائل النخاء او ضغط الدماغ يعني ليه بيبقى ليه دور في تنظيم الانترا كرينيال بريشر الضغط داخل الدماغ انترا كرينيال بريشر ده بالنسبة للسريبروس باينال فليود جميل او يبقى السريبروس باينال فليود ده سائل صح بيعمله حاجة بتعمله بروداكشن يعني حاجة بتنتجه صح وحاجة بتعمله درينيج او ليه سيستم في الدرينيج بتاعه يعد من الفورة من دي للمكان ده وبعدين يعد من الفورة من دي للمكان ده وبعدين يعد من الفورة من دي للمكان ده وبعدين ينتصه في الاخر الاركنويت في اللايت وصبه في السبيرشستال ساينس مينلي او في الديورال فينس ساينس مينلي والبروداكشن الكورويت بالاكسس شغاله بتكونه صح جميل قوي قالك عندنا مرض بيحصل فيه خلل في التوازن ده طبعاً يكون فيه توازن ما بين البروداكشن والدرينج كمية اللي بتنتج نفس الكمية اللي بحصل لها درينج علشان لا يزيد ولا يقل ده الطبيعي قالك لو حصل خلل في هذا التوازن بتاع البروداكشن والدرينج يحصل مرض اسمه هيدرو كيفلس هيدرو يعني مية يعني فيه سائل زيادة وكيفلس يعني مخ يعني مية زيادة حوالين المخ يعني CSF كتير هيدرو ايه كيفلس قالك يا اما في الهايدرو كيفلس بقى البروداكشن بيزيد يا اما التصريف بيقل صح معشان CSF يزيد يبقى انت عايز تزود انتاجه او تقالل التصريفة بتاعته يقولك هو abnormal increase في الفوليوم بتاع CSF صح كده abnormal increase يعني زيادة غير طبيعية في كمية CSF لهم المية وتلاتين ميلي زادهم عن الطبيعي تمام فلما زادهم عن الطبيعي بتادهم يعملهم ايه يوسعهم الفنتركلز يبقى يحصل ديليتيشن اوف الفنتركلز وده بيؤدي لزيادة الصيز او حجم الهيد يؤدي لزيادة الصيز او حجم الهيد قالك طب ده سببه ايه قالك سببه يا اما زيادة في البروداكشن زي ما قلنا يا اما نقص في ايه في الديرينج قالك لو زيادة في البروداكشن هو من اللي بينتجه مش الكورويد بيليكسس قالك اه قالك في بعض الحالات الندرة اللي بيطلع فيها كورويد بيليكسس تيومر ورم في الكورويد بيليكسس فالكروت بليكسس تتجنن وتخرج عن السيطرة وتكون CSF كتير بس ده حاجة rare حاجة مش 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 مشهورة يعني المال بقى الدرينتج ان هو يقل يعني حصل ايه معنى ان كلمة الدرينتج يقل يعني حصل ايه ده كاترة حصل obstruction حصل انسداد في الفرامينا اللي احنا عمين نتكلم عنها والأكوداكتو أوف سيلفياس والأماكن دي ان يحصل انسداد فيتراكم هو ده القامنست كوز ده اشهر سبب للهايدروكفلس MCQ يبقى القامنست مش ان يزيد الانتاجه من الكروت بليكسس لان دي حاجة rare حاجة نادرة الحدوث ولكن القامنست هو ان يقل التصريفة بتاعته او يقل الدرينتج بتاعه نتيجة obstruction هو ده القامنست وخصوصا الاوبستركشن اللي بيحصل فين بالزبط في انهي في الاكوداكتو أوف سيلفياس الاكوداكتو أوف سيلفياس اللي كانت بتصرف من السيرد فنتريكل للفورس فنتريكل الاكوداكتو أوف سيلفياس كان عندنا الاكوداكت دي اللي بتصرف من الفورس فنتريكل من السيرد فنتريكل للفورس فنتريكل دي تتسد فالCSF يتراكم ودرينتج يقل فيقدي برضو الى انتفاخ البرين فنتريكل وظهور الدماغ بالشكل الال كبير وكده او ممكن يعني حاجة برضو rare شوية ان التصريفة بتاعت الموضوع ده في الاخر فين مش ان الاراكونايت في اللايت انتص السيرس اف وتصبه في السوبيريورساجتال سينس قالك السوبيريورساجتال سينس دي مش فيها فينس بلد يعني مش محصل ممكن حصل فيه سرومبوزز او جلطة قالك لو حصل سرومبوزز ده برضو بيعمل مشكلة في الدريلج تؤدي الى هيدروكيفلس بس وده شكل الهايدروكيفلس انا مرضيتش اشرح كتير وهو قدامنا علشان يعني ربنا يعافيهم جميعا بيكون شكلهم مؤلم شوية ربنا يعافيهم يا ربي جميعا يا رب هم هو مرضى المسلمين يا رب طبعا هما بيكون في انلرجمنت الهيد زي ما انتوا شايفين كده طبعا الانتفاخ ده بيكون ليه حاجات كتير بيتميز قوي بالمنظر بتاع الفينز بتبقى مجدودة كده قوي باينة قوي يعني ان الفينز ايه مجدودة كده نتيجة الكبرى الحجم وكنت قلتلك برضو ان هو بتدي يضغط على الايبول زي ما انتوا شايفين كده على العين فتلاقي العين دايما فيها دون وورد جيز يعني فيها حركة تحت ان العين او البيوبل بيكون نازل تحت نتيجة الضغط من الايه من السائل على الاربط او على المكان تجويف العين يعني فده المنظر اللي بيكون موجود فيه حالات الهايدروكيفلس الهايدروكيفلس ده بتعالج طبعا مش علينا بس انا عايز اقول لك يعني بتعمله حاجة اسمها شنط يعني بتعمله بقى عملية والعملية دي بيعملوله حاجة زي تصريفة يعني للسي اس اف عشان يفضل سي اس اف اللي مالي الفينتريك لزيديا والشخص يرجع نورمال تاني بس يعني ايه يكون اتلحق قبل ما الضغط دوت يأثر على مراكز معينة في المخة يبقى السي اس اف سريعا قلنا انه بينتج من الكورويد بليكسوس وبيحصل له درينيج لو زاد قوي في الكورويد طبعا يعني ايه هيدروكيفلس يعني تضخم في البرين فينتريكيلس وتضخم في حجم الدماغ نتيجة الاوفر برودكشن او زيادة الفوليوم بتاع السي اس اف عن 130 ياما زادة في البرودكشن يعني كورويد بليكسوس تيومر ودي حاجة رير حاجة مش مشهورة ياما مشكلة في الدرينيج ياما اوبستراكشن وخصوصا في الاكو داكتو اوف سيلفيا سوديات الكومونست عشان الامسكيو وممكن كمان يكون فيه سوبرير ساجتال ساينس سورومبوزز فبيكون فيه مشكلة في الدرينيج المرحلة الاخرالية في الدرينيج وده برضو ممكن يؤدي الى الهايدروكيفلس نعمل كده بقى رابط سريع على المحاضرة من الورق بتاعنا ده كاترة اول حاجة خالص اه معانا بتاعت اللي سبعنا الكورد اه قلنا بقى ان اللينز خمسة واربعين في الميل اتنين واربعين في الفيميل البوزيشن طبعا قلنا نقوم بجنبها برضو يعني اشيك الابر تو سيرد وافزا فيرتبرال كنال اتنين صح البيجينينج وقلنا بيبدأ عند الليفل بتاع اول عصب عنقي اللي هو سي وان او تحت فرم من مجنم كتكملة للميدالة قبلونجاتة نفس الكلام نحن قلناه بالزبط بينتهي كانتفاخ اسمه كونس ميدال لارس والكونس ميدال لارس ده بينتهي الليفل بتاعه باختلاف المرحلة الهامرية فلو هو لسه جنين انتريوتراين الحبل الشوكي بيكون بنفس معدل النمو بتاع الفرتبرال كنال كنال فبيملى الفرتبرال كنال كله لو هو نيو بورن او حديث ولادة عند اللي تلاتة لو هو ادلت بيكون عند اللور بوردر اوف اللي وان اكتب بينكو سين الدسك ما بين اللي واحد والي اتنين عندنا حاجة اسمه سري90 حتة بيكبر فيها ودي بتدي البريكا البلكسوس واللمبر لما بين اللي واحد واس انين دي بتدي والكودا اكوينة هي تكملة الاعصاب والساكرا تحت الكونس الكفرنج بتاعنا الديورة والاريكينويد والبايا متر ديورة والديورة ودي بتنتياها عند والاريكينويد برضو وقت بتنتياها عند وقلنا ان كلمة regardless تو كتب جنبها يعني الليفل بتاع ده اللي هو بينتهي عنده الديورة والاركنايت اسمه اما البيامتر فدي بتكون الفايلان ترمينال وده بيمتد من عند الكوناس مدال لارس لحد الكوكسيكس وقلنا الجزء منه اللي جوه اسمه واللي برا اسمه واللي هما اسموهم واحد وعشرين يمين وشمال بيخرجوا من البيامتر يخترقوا من الاركنايت متى عشان يلزقهم او يقتاتش فين في الديورة متر وعددهم واحد وعشرين بتيجي في الامس كيو يبقى ازا الديورة والاركنايت بينتقون عند اسمو والبايا بتنتهي عند اللي بيكمل لحد الكوكسيكس لامبر سستيرن قلنا ده الساك او الكيس اللي موجود في الصاب تحت الاركنايت يعني ما بين الاركنايت والبايا متر يعني مليان بيمتد من اكتب تحتها يعني الكوناس مدال لارس واسمو يعني الديورة الساك بيحتوي من جوة على دير الحصان اللي هو الكودة الكوين اللي هو اللمبر والساكرا والفايلان ترمينال انترنال جزء الداخلي اهميتها لامبر بانكشار انك تدخل نيدل او ابرة في هذا الاسبيس علشان تحقن دراجز في حالات الانفكشن تحقن الانسيس يكتب تحتها الدختير النصفي وساك في سامبل تاخد عينة لو انت شاكك في انفكشن وعشان تعرف فيها فيرل ولا بكتيريا لو هكذا فسامبل هتاخد عينة من السي اسف ارتيار سابلاي تلاتة ميجور سورس الانتيريور سباينال ده سنجل ارتري طالع من الفرتبرال وانا ده بيغزي الانتيريور تو سيرد وقفز سباينال كورد واكتب بينكو سين مين لي في السيرفايكال ريجون لانه تحت السيرفايكال ريجون هيستبدل البوستيريور سباينال ارتريز دي برانشات من الفرتبرال ارتري بس بالتحديد من مين من البايكة اللي هو البوستيريور انفيريور سريبيلر ارتري ودي بتغزي البوستيريور سيرد بس وقفز سباينال كورد واكتب جنبها بطوله اكتب بالتحديد تحت الصيرفايكل ريجون يعني تحت نهاية الانتيرور سباينال ودي برانشات في النك من الفرتبرال والاسندينج صيرفايكل في السوركس من الانتر كوستل في الابدومن من اللمبر وفي البلفس من اللاترال ساكرال ارترز الفينوس الدرينج بيكون حاجة اسمها الانتيرن الفرتبرال فينوس بليكسس ودي زي ما قلنا موجودة في الابي ديورة الاسبيس يعني خارج الديورة علم عالك كلمتين دول بس الاسباينال سيجمينت واحد وتلاتين تمانية اتناشر خمسة خمسة واحد وكل واحد فيهم بيكون خارج بدورسل وفنترال روت والاسباينال نيرفي بتكون بعد كده الانتيرنال استركشر عندنا جري مطر وعندنا ويت مطر وما تنساش ان هو اصلا مقسومة نصين بحاجة اسمها الانتيريور ميديان فيشر ومن وراء بالبستيريور ميديان سبتم الجري مطر بيبقى شكلها حرف اتش وبيكون فيها تلاتة هورن ومليانة بالنيرفي اكتب جنبها اللي بتعمل دي اللي بتعمل اما الاوتر دي اللي بيكون فيها اللي هي طالع احساس نازل حركة كل اسباينال نيرفي بيكون فيها يعني فيها جزء حسي معدل اول والاخير يعني العصب الاولاني في الواحد وتلاتين والعصب الاخراني في الواحد وتلاتين دول مفيش فيهم خاصة بالاحساس ده السائل اللي بيملى الفراغات اللي جوه المخ والصب اركنويدس بيس حاجمه مية وتلاتين ميلي تلاتين منهم في الفنتريكل زوامية في الصب اركنويدس بيس بتكون ميجور سورسه من حاجة اسمها الكورويد بليكسس ودي شبكة بتبقى موجودة جنب كل فنتريكل يعني خصيصا الكورويد بليكسس تحت الخلايا الابن دايما لو هي دي خلايا بتبطن البرين فنتريكل بتشارك والخلايا بتاعت البيوميتر زي تنفسها برضو بتشارك الرسمة بتاعتنا بقى بتاعت بيعدي السائل ده من عن طريق ومن ومن لصب اركنويدس بيس وبعد كده في الصب اركنويدس بيس تمتص يمتص هذا السائل تصبها بعد كده في خصوصا وظيفته بيقلل وزن المخ ستين مرة بيحمي المخ بديل دي مهمة قوي بينظم البيئة الكيميائية زي ما قلنا وخصوصا بينظم ضغط الدماغ يعني ايه يعني زيادة في حجم فوق المية وتلاتين ميلي فده بيؤدي الى تضخم وتضخم حجم الدماغ اسبابه زي ما قلنا حصل خلل في البلنز ما بين الانتاج والتصريف يا اما الانتاج حصل يعني فيه تيومر طالع في الكرويت بليكسس ودي حاجة رير زي ما قلنا او حاجة نادرة الحدوث يا اما حصل او مشكلة في التصريف بتاع السائل وخصوصا حصل انسداد في اللي بتصرف السائل من للفورس فساعيتها بيحصل وممكن كمان يحصل انسداد في نهاية التصريف خالص مش احنا قلنا بعد ما الاركنوات في اللاي بتنتص هذا السائل بتصبه في افرت السبيروس او فيها جلطة فبالطبع برضو التصريف يحصل فيها مشكلة فدماغ الطفل بتكبر ويحصل برضو مشكلة ده كده بالنسبة للمحاضرة الاولى اللي كانت بتتكلم على أتمنى انتوا تكونوا فهمتوا شكرا جدا اهدى كتر